يسأل يقول ما حكم فتح التلفون الهاتف في المسجد والنظر في الصور عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للمساجد بيوت الله عز وجل قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد والمساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله المساجد هي من أفضل الأماكن وأطهر البقاع ولذلك أفضل بقاع الأرض المساجد ولهذا المساجد إنما تقصد لماذا للصلاة والذكر الله ولقراءة القرآن لا تقصد لفتح الهواتف للنظر في الصور ولا للعب بالهواتف مثل ما يحصل عند بعض الشباب هدان الله وإياهم خاصة يوم الجمعة يفتح الهاتف ويجرس يعمل لعبة في الهاتف ويقضي وقته بدل ما يقرأ سورة الكهف وبدل ما يسبح ويهلل وينتبئ إلى خطبة الإمام يروح يلعب هذا اللعب هذا ما يجوز ولذلك يا عبد الله بارك الله فيك يعني ما الفائد الآن من فتح الهاتف للنظر في الصور مع أن كل لحظة تقضيها في المسجد هي أنت في رباط في سبيل الله في رباط في سبيل الله والملائكة تستغفر لك وتقول اللهم ارحمه واللهم اغفر له أنت في الصلاة كيف يفسد الإنسان عمله فلذلك ما ينبغي الإنسان يبتعد عن المشوشات والمشغلات ما يكفي تشويش خارج المسجد يدخل التشويش داخل المسجد يدخل هذه الأدوات المشوشة على عقله وفكرة وعلى إقباله على العبادة حتى داخل المسجد ما يكفي هذا إدمان فلذلك يا عبد الله إذا كنت تقصد نفسك تنتهي وإذا كنت تقصد غيرك جزاك الله خير ونقول ينبغي بل يجب على الإنسان إذا دخل المسجد أن يقطع كل شيء يحول بينه وبين الخشوع بينه وبين الرغبة في الخير قراءة القرآن ذكر الله على أقل تقدير الجلوس للتفكر والتدبر يعني هذه عبادة وطاعة يتقرر فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى